تواصل مصر جهودها الدبلوماسية والإنسانية لوقف ألة الحرب الإسرائيلية على غزة وإدخال مزيد من المساعدات إلى الأشقاء الفلسطينيين في القطاع ونفذت الدولة تحركة دبلوماسية مكسفة منذ بدء العدوان في أكتوبر الماضي من أجل خلق رأي عام عالمي مؤيد لوقف إطلاق النار على قطاع غزة انتصار جديد للمفاوض المصري ذي الخبرة العريقة لدعم الأشقاء الفلسطينيين فبعد توقف دخول المساعدات لأكثر من عشرين يوماً نتيجة احتلال الجانب الفلسطيني من معبر رفح بدأت قوافل الإغاثة المصرية في التضفق إلى القطاع بعد تحركات واتصالات مصرية مكثفة للضغط على إسرائيل تلك الانفراجة جاءت بعد توافق على دفع كميات من المساعدات الإنسانية والوقود وتسليمها مؤقتاً عبر معبر كارما بوسالم إلى الأمم المتحدة وليس إسرائيل وذلك بعد مكالمة هاتفية تمت بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الأمريكي جو بايدن الموقف المصري بهذا الصدد كان واضحاً منذ البداية أنها لن تتعامل مع سلطة الاحتلال في معبر رفح الذي أكدت مراراً أنه معبر مصري فلسطيني إلى ذلك وفي إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي استأنفت القوات الجوية المصرية جهودها على مدار الأيام الماضية بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة المشاركة في التحالف الدولي لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات على القطاع وهكذا تبقى القضية الفلسطينية في قلب كل مصري فيتعتبر جزء من الأمن القومي نظراً لروابط الجغرافيا والتاريخ والدم فهي أبداً لم تخضع في أي مرحلة لحسابات مصالح آنية ولم تكن أبداً ورقة لمساومات إقليمية أو دولية